حياكم الله بأساليب عدائية وصل لها بعض المتنفذين في إنتاج البرامج والمسلسلات الرمضانية بدت القنوات ببث سموم الفتنة اللي يرى ذو الإختصاص أنها أوقعت الممثلين بفخ عدم التمييز بين الأداء الفني والعداء لفئة معينة واستهداف من خلال ضرب تقاليد وأعراف شرائح المجتمع بالتالي هذه الأساليب تحدث شرخ كبير بين الأفراد وكذلك تسهم بتهديد السلم المجتمعي داخل البلد لذلك تعالت أصوات الرفض والتنديد والدعوة لإيقاف بث هذه الأعمال اللي على إثرها تدخلت هيئة الإعلام والاتصالات تفعيلاً لدورها التنظيمي بمنع البث للأعمال المسيئة أما في ملفنا الثاني مشاهدية الأحبة لحصاد هذه الليلة يسود الترقب أقصى الشرق السوري اللي شهد ليالي ساخنة ومناوشات تعد الأعنف والأكثر تصعيداً خلال المدة الحالية بعد استهداف المقاومة القواعد الأمريكية غير الشرعية بضربات صاروخية حسن محور المقاومة أمر بإخراج المحتل بالقوة بعد أن تعذرت الرسائل الدبلوماسية أن تجد لها حيزاً في مسارات إنهاء هذا الوجود الأجنبي على الأراضي السورية وما ضربات المقاومة النوعية إلا تمهيد لمشهد مغاير بدأ يتبلور تدريجياً هذين الملفين المهمين ستتابع حوض من حصادنا لهذه الليلة والناقش الماضي وإذن الكرام تتفضل من بقاء وإيانا ومتابعاً الدراما العراقية ابتعدت كثيراً عن الأهداف السامية للفن وبالتالي فإن هذه الإساءات بين مدة وأخرى بهذه المرحلة الحارجة اللي يسعى بها إلى التقارب وتوحيد الصف تتعرض إلى الأعراف وفئات معينة إلى التنمر وهذا ما يرفض الفن العراقي الحقيقي وأيضاً تعتبر فرصة لأرباب الخلافات باستخدام هذه الورقة لبث سمومها وتلبية أهدافها نفتح هذا الملف والناقش مع ضيوفنا الكرام لكن معنا نشاهد تقرير الزميلين والشمالي ما زال الإعلام المضلل يسدد سهامه نحو أهدافه البغيضة ليضرب بها شرائح المجتمع وأعرافه وتقالدها تعاود قنوات الفتنة بإثارة الطبقية والإساءة إلى من لبى نداء المرجعية واسق أرض البلد بدمائه لدرء خطر الإرهاب الداعشي بالوقت الذي كانت له محميات في مناطق معينة في البلد ففي شهر رمضان تحاول فضائيات عراقية بتفرقة صفوف الشعب الواحد ببث سمومها من خلال أعمال درامية وصفها الخبراء بقنوات الفتنة والخراب التي تقف خلفها أهداف بعثية وهابية على حد قولهم أما المطالبات الشعبية والتنديد فقد وصلت إلى طلب سحب الرخصة من هذه القنوات التي تعرض الأعمال العدائية مع رفض المبررات منها مهما كانت أما هيئة الإعلام والاتصالات فقد عملت بدورها الرقابي في اتخاذ القرارات بمنع عرضها كذا أعمال تسيء إلى النسيج المجتمعي وتثير امتعاض الأفراد سعيا منها للحفاظ على الاستقرار العام للبلد مسلسل الكاسر تكسر قواعد البث التلفزيوني بتقديمه المحتوى المسيء والمضلل للحقيقة الواضحة لأبناء البلد وإقبال ذلك رفض شعبي ونيابي كبير للوقوف بوجه تكرار مثل هكذا إساءات نهى الشمري الأيام الفضائية مجددا حياكم الله بها الملف ورحب بضيفية الكريمة أستاذ مازين حمد مصطفى الممثل القدير حياك الله أستاذ مازين ضيفا كريما في هذه الحلقة وكذلك أستاذ إبراهيم السراج الكاتب والصحفي أهلا مرحبا بك أستاذ إبراهيم أستاذ مازين نتحدث عن الأعمال الفنية الداخلية والخارجية شعارها إما الإساءة لشعب كامل بغض النظر عن تفاصيل الإساءة للمجتمع بعينها يعني مع الأسف أنه هذا الموضوع بدأ يتكرر في كل موسم رمضاني سوق المسلسلات ونتحدث عن هذه الإساءات التي تأتي ضمن المحتوى ضمن الدراما العربية والعراقية الحقيقة نعرف كثرة القنوات التي لدينا موجودة سواء كانت تبث من داخل العراق أو من خارج العراق لكل قناة رسالة لكل قناة سياسة خاصة بها هي ما يهمها المجتمع يهمها الرسالة التي هي مع تنقتها تريد توصلها لذلك بعض الأحيان هناك قنوات تجسل نبض بمشهد أو مشهدين بالمسلسل تشوف ردود الأفعال إذا شافت ردود الأفعال يعني معدومة على هذن المشهدين في الموسم القادم تزيد من هذه العملية حتى توصل رسالتها الحقيقية اللي هي جاية من أجلها جاية من أجل خلق فتنة جاية من أجل التفرقة جاية من أجل عدم توحيد الصف وهذا يعني خطورتها إلى الحرب الناعمة وهذه الحرب الناعمة أفوال الحرب الناعمة راح تدمر المجتمعات الآن كل الدول العظمى ما بحاجة إلى الصاروخ وإلى القنبلة ولا غيرها تفلش المجتمعات تدخل إلى يعني إلى فئة الشباب أن ما تكسبهم إلى جانبها وتغير مفاهيمهم باتجاه الوطن باتجاه العائلة باتجاه الالتزام باتجاه الانتماء باتجاه العشيرة باتجاه المرجعية الدينية هي خلص فككة المجتمع لأنه ذولة أيضا راح يبثون سمومهم داخل المجتمع للأصغر من عندهم وللأكبر من عندهم وأحيانا يكونون شرسين حتى في الطرح لذلك نشوف إحنا هذه القنوات يعني أخذنا على سبيل المثال مسلسل الكاسر الكاسر صارت علي ضجة الكاسر المشكلة أستاذ مازين يعني يقول لك أنه بالبداية من وحي الخيال وليس حقيقي ولا أحداث حقيقية ولكن السؤال لما يكون فتشي من وحي الخيال ويجي بلهجة وزي واحد دون أجناس مختلفة من الشعب العراقي يعني هذا أكو قصدية بالموضوع لو هو وحي الخيال فقط أنه يتوجه إلى فئة معينة أستاذ أحمد يعني وحي الخيال معناته في عالم الفنطازية في عالم اليوتوبيا يعني أنت ملبس البطل اللي هو الكاسر ملبسه ملابس فنطازية وتقول البقية من وحي الخيال أولا أخلي لهجة وسطية لا أخليها تنتمي لا للوسط ولا للجنوب لهجة الجريدة اللي إحنا نسميها يعني وأخليها عائمة اثنين ذولا أيضا ألبسهم ملابس فنطازية حتى ما تحيلها إلى منطقة أنت ليش تحيلها إلى منطقة يا أخي يعني صور بالكاسر يعني شيخ المنمر أيضا اعتراض وصدر بيان وهذه يعني هذه أنا أشعر بيها ماكو حالة صحية جدا أنه ينتصرون إلى الإساءة للعشائر الوسط والجنوب أنت ليش نلبسهم هذا اليشمال ألبسهم مثل الكاسر وخليها خلي القضية عائمة حتى إحنا مثل ما أنت استمتعت بالتصوير واستمتعت بالحكاية أيضا خلي المتلقي يستمتع ويقول هذي مو بالعراق بس أنت جايب جايب أساسيات البيئة اللي هو الملبس يعني هذا رسالة واضحة مثل ما صارت يعني في أعمال سابقة يعني يستشرعون على جريمة قتل ومقاعدين شيخ لابس عمامة شيعية أنا أرفض أن يلبس عمامة شيعية وحتى عمامة سنية لأنه هذه العملية الإجرام لا يمكن أن تشرع عنها بالقرآن والآخر الممثل الآية القرآنية غلط يعني هذه طامة كبرى طيب أنه ماكو رقيب لغوي هذا قرآن ما يصير أنت تخطأ بي إطلاق يعني حضرتك ممثل قدير ساد مصطفى ساد مازن يعني لما أكو هناك أكو مراقب تاريخي وللأزياء لها شخص مختص وللوكيشينات شخص مختص والراكور شخص مختص ونجي هناك هسا نشوف أنه الكحل شيشاني والزي داعشي واللحية مصبوغة حمر يعني مشكل يا لوز وبعدين أكو رمزية للشماغ الجنوبي طبعا لا ما هي أنا أقول لك إحنا من تناقشنا يعني ذبوا الكرة بخانة المصممة خلاص صدام خلاص صدام قرأت ناص المخرج ما قال لها أنا أريد الأزياء فنطازية حتى تشتغلوا البنية ولبنية متمكنة يعني أنا مشتغلوا بها أكثر من عمل متمكنة جدا فممكن أنه تسوي هذا الفنطازية اللي لابسها البطل يعني الكحل مدري وين واصل والشعر الغطاء الرأس ما عرفوا مين الملابس المنتنتمي الخنجر يمني يعني يعني فتخلطه حتى تسوي خنجر اللي من يهم مين يقول لك لأنه داعمت إيران الآن يعني هذي حقيقة يعني ليش نتغاضى عنها لا بالفعل هنا أنا أستاذ أستاذ إبراهيم لما يتحدث أستاذ محمد مصطفى عن هذه الاختلافات اليوم نشوف أكوجهات هس أخذت دورها ما أخذت دورها ولكن على أي حال حتى المتضرر الرئيس وهم شيوخ العشائر لما يساء استخدام هذا الزي العشائري ويطلع لك ابن الجنوب هو اللي بالنظرة المهانة والتصنيف يصير عليها وغيرها اليوم هذه الوجوه العشائرية أيضا تجهد لهيئة الإعلام والاتصالات واجتماعات وياهم وأعربت عن عدم رضاها وسخطها على هكذا مسلسلات وهكذا أعمال درامية واستجابت الهيئة ضمن ما تعمل كجهة قطاعية في رصد هكذا مخالفات ويعني فرض لربما إجراءات معينة على هذه الفضائيات التي تنتجها كذا مسلسلاتها وتعرضها بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك وللأستاذ الفنان القدير أستاذ مازين يعني بالتحديد أن هذا هو جزء يعني مثل ما قال أستاذ مازين هو جزء من الحرب الناعمة التي تستهدف المناطقية تستهدف الجنوب تستهدف الوصحة تستهدف كل شخص يرتدي هذا العقال العربي العراقي الأصيد أولا يعني الأسف الشديد أنه إذا رجعنا أسباب ذلك هو أولا عندنا حالة من الفراق القانوني اللي يسمح بهذه المسلسلات أن تنتهج وتبث وما شمع ذلك لأنه كان قبل هناك لجنة تقييم النصوص مراجعة للنصوص نعم نعم تقييم النصوص أعتقد هي لجنة هذه اللجنة هي التي تقييم الناس وبالتالي هي تعطي إجازة يعني يتم يذهب إلى الإنتاج وما شو ذلك وضمن هاي الحالة الفنية مخرجين وإنتاج وما شو ثم يبث على قناتهم لذلك أعتقد أن هذا الفراق يبدو أنه استغل من البعض لذلك أنه الجميع أو أكثر القلوات الفضائية تحاول استغلال ذلك الإساءة إلى إبن الجنوب إساءة إبن الوسط إساءة إلى العقال العراق الأصيد ووصلت الإساءة إلى العمامة مثل ما وإساءة إلى رجل الدين يعني هذا طبعا يجي يقودنا إلى ظاهر أخرى ظهر قبل شهرين وانتهت وقبرت عندما يتم بعض الشواذ القوم يأتي ويركض شاب يركض وثم يسقط عمامة رجل معنم طالب حول زي يسقطها في الأرض والبعض يصفق لهذه الحالة وما شامه ذلك هذه هي مكملة بصراحة يعني أنت الآن تتحكيين عن هذه القضية أولا إجراءات الهيئة المرصرات تجب أن تكون أشدة قسوة يعني البيت وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي أنا أعتقد أن هناك من هذا يستغل هي جزء أولا من عملية تعزيز الكراهية لهذه الفئة وهذا يأتي من خلال الدراما هذا يأتي من خلال هذه النصوف التي تنفق عليها ملايين دولارات وبالتالي هي تريد أن تعزز هذه الكراهية تريد لأن هناك صفحة مشرقة صفحة مشرقة أنا لست طائفين أولا أن هذا مسلسل لا يمثل كل أخواننا السنة لا أبدا هذا يمثل القناة والقناة بموجب القانون يجب أن تغلق يجب أن تكون هناك إجراءات من قبل نهاية تعلام للصلاة أن تغلق خذقات لأن هذه تكرر هذا الموضوع أكثر من مرة وبالتالي حتى الخطاب الإعلامي لهذه القناة خطاب نشاز خطاب يخدش التعايش السلمي الأهلي بين المشترك هو الشعب العراقي الشعب العراقي شعب واحد شعب يحترم التعددية يحترم التعايش السلمي يركز على التعايش السلمي وبالتالي عندما تأتي الدراما لتخدش هذا التعايش السلمي وتعزز الكراهية والبغضاء وعملية نشر العداء بين مكوان الشعب أنا أعتقد هذا جريمة وهذه جريمة يجب أن تتخذ إجراءات قانونية ليس فقط من هيئة إعلام المتصالات لا في نفس الوقت حتى إذا غدا يكون هناك مسلسل إلى الشخصية السنية إلا والله مرفوض من كل طبقات المجتمع العراق يعني ليس فقط من الآن الحالة أشير حضرتك أستاذ أستاذ إبراهيم إلى قضية لجنة تقييم النصوص أسأل جنابك أستاذ مازين يعني عندنا لجنة تقييم النصوص في نقابة الفنانين في جهات قطاعية أخرى وأشير لجنابك أنه نقابة الفنانين ممتعظة من تقييم رجال العشائر للأعمال الفنية الرمضانية وتعدى النقابة أنها تجاوز على مساحات الاقتصاص الحقيقة يعني النقابة يعني مو جهة رقابية ولكن يعني ممكن أن تكون جهة رقابية حتى تساعد هيئة الإعلام والاتصالات باختيار النصوص يعني أنت ليش تسمح أنه تنتج العملية يخسرونها كذا فلوسه أقرأ النص وبعدين شاهد يعني خلي اللجنة تروح تشاهد تطلع على زياء تطلع على غيرها حتى لا تخطئ إحنا الآن الشعب العراقي متحاب بكل طواقفة يعني خلصنا من العملية الطائفية وافتهمناها وانتهت ودحرنا عصابات داعش أنت ليش تريد ترجعني للمربع الأول الآن الكرة في ملعب بهيئة الإعلام والاتصالات يعني يفترض هيئة الإعلام والاتصالات إذا ما تقدر تفحص النصوص خلي تكلف نقابة الفنانين أنه تفحص النصوص قراءة إحنا بالنقابة نعضل المجلس المركزي مو كل النصوص اللي قدمتهم كن نص أو نصين قدموها لنا وقرأناها وانطينا به وخلطك وجهة نظر هيئة الإعلام والاتصالات هي كجهة قطاعية كجهة قطاعية يعني رصدها تعمل على الرصد وليس المراقبة أهم يعني رصدها بعدي بعد ما يبث تقيم الأعمال وهنا لك تسع عقوبات تصل بالعقوبة الأخيرة كما أشار السيد السراج إلى غلقها الفضائية خلو أسوي لي جان أستاذ للفحص يعني قبل رمضان بعشر تيام يابا جيبوا القنوات الفضائية جيبوا شعدكم ما عدد من صلاحيات أنه الرقابة القبلية أستاذ أحمد أنا ما عرف غير قضية بس هي الجهة الجهة الرقابية الوحيدة ترى أستاذ أحمد يعني هسا إذا اعترضت نقابة الفنانين يعني على مسلسل ما تقدر توقف هذا المسلسل هذه واحد سنين ما تقدر تعاقب اتفضل اتفضل أستاذ أبراحيم يعني أستاذ أحمد هي مو قضية أنه لاحظ أنه نهيئة على مستوات أوقفت برامج تنفيزيونية في رمضان السابق نعم مصحيح ولكن بعد بثها أستاذ مازل يفير إلى أن هذه النصوص ترد على الهيئة ويقيم يقيم النص أستاذ أحمد أولا أنا اليوم عندما يبث منصة لتعزيز الكراهية والطائفية قال أستاذ مازل أنه اليوم هذه الحالة الطائفية جاوزناها أما أنت تعيدني المربع الأول وتعيد وتكررس الطائفية هذا مشكلة كبيرة هذا مشكلة في خطابك مشكلة في الممول مشكلة في إدولوجية للقناة لكن فيما يخص لجنة فحص النصوص اللجنة كانت تعتقد هي جزء من دائرة في وزارة الثقافة وبالتالي ممكن تفعل هذا اللجنة ما نحتاج تشرع من قبل مجلس النواب عراق لا نحتاج أن إعادة العمل من وزير الثقافة إعادة العمل باللجنة وتشرك لقابة فناني بها وتشرك هيئة علام متصالة بها أستاذ إبراهيم وزارة الثقافة ما لها علاقة بالتلفزيون بس أستاذ أحمد أستاذ مازن يعني هاي لجنة وين كانت موجودة إلمة تابعة يفترض يفترض شوف الآن هيئة الإعلام والاتصالات تقوم مقام مزارة الإعلام التلفزيون جهة إعلامية مو جهة تقافية نعم يفترض يفترض اختصاص ولكن إذا قانون ما بي رقابة قبلية يفترض الآن ترفع يعني مشروع قانوني لا مجلس النواب حتى يصير بي رقابة قبلية يا أخي يعني ذاك اليوم في زمن النظام المقبور يشاهدون اللي جان تقعد تشاهد يرفعون خطوط كاملة درامية من المسلسل لأنه تسي نعم أسأل مازن وزارة الثقافة بيها سيد أحمد موسى على دائرة السينما والمسرح يعني هاي هم ما لها علاقة بلجنة تقييم النصر ما لها علاقة ما لها علاقة اسمها دائرة السينما اسمها دائرة السينما والمسرح خاصة فقط بالسينما والسينما السينما إعلام السينما ثقافة والمسرح ثقافة التلفزيون قبل كانت الوزارة في زمن النظام المقبور اسمها وزارة الثقافة والإعلام يعني خاصة بالمشاريع الثقافية وخاصة بالمشاريع الإعلامية اللي هي الجرائد القنوات الفضائية الإذاعات وغيرها ونشاهد الآن يعني حتى يوجد برامج مسئة سي يعني حتى على مستوى البرامج الخاصة هذه المواقع الشخصية يعني يسيئون إلى شخصيات يسيئون إلى سياسيين والكل ساكت يعني ليش هذا ليش هذا الصمت يعني أزاء أزاء برنامج سي أو يعرض مستوى هابط أن يتحدث مع شخصية وشلون زوجتي وشقد نطاش وفلان شنو هاي عيب إذا أني عيب تسمعهن العائلة العراقية وذا سمعتن العائلة العراقية واقتنعت بيهن رح يصير سلوك بالضبط رح يصير سلوك من تمارسه ما تقدر تعاقب طيب يعني أملك إذا اقتنع وشافك أنت مقتنع باتشر إذا مارس نفس القضية يقول لك ليش أنت ليش وافقت أن تخليني أشاهد مثل هكذا برامج بعد ما تقدر سيطا عليه هذه البرامج تشتغل على اللاوعي وبالتالي أحسن تطور وتصل بها إلى سلوك معتاد وسلوك مقبول وهذا ما ظهر أيضا في مسلسل خليجي من إنتاج الكويت وهناك من يحاول دائما أن يربط جرائم البعث بالشعب العراقي ويلسقها بالشعب العراقي ولحد اليوم هذه العقدة لم يتم تجاوزها فالطبيبات العراقيات في لندن المعماريات زهاء حديد وغيرها من الرائدات العراقيات في لندن هناك مسلسل يحاول تقزيم المرأة العراقية وتحويلها إلى خادمة في لندن وبالتالي دفعة لندن كان نموذج في هذا الموسم كل الأعمال الكويتية من يعني إنتاج معين لربما تحاول إثبات هذه العقدة التي حثت عام 91 أستاذ بالنسبة ل يعني دفعة لندن بيها شقين إذا العائلة هذه طالبة لجوء فما مسموح لها أن تعمل لأنه الحكومة الإنجليزية دعمتهم تنطيهم رواتب ومهتم بيهم وموفرة لهم سكن وموفرة لهم يعني طبابة كل شيء موفرة لهم فما تسمح لهم أن يشتغلون هذا من جانب من جانب ثاني إذا طالعين إيفاد فالحكومة العراقية تصرف رواتب للطلبة الموفدين حتى إذا كان الطالب متزوج يأخذوا يا عائلته يصرفوا لراتب مجزي يعني يخليه عيش يعني برفاهية كلش عالية ولحد الآن لحد الآن فهي بها خانة هذه يعني إذا خانت اللجوء فخطأ وإذا خانت الإيفاد هم خطأ زين ليش هذا التجاوز على الشعب العراقي وهذه كلها تبعاتها هو غزو صدام حسين المقبور للكويت طيب أستاذ إبراهيم يعني هناك من خلال هذه الأعمال على صعيد الأعمال منتج خارجيا يعني أسأل حضرتك هل هناك من يحاول أن يحدث الاشتباك المجتمعي بل حتى الاشتباك السياسي بين بلدان طوّت صفحات سابقة من تاريخ مضى وهذا إذا مطلوبين فسددنا حتى الديون سددناها بعد شمطلوبين هذا لأسف الشهيد يبدو أنه ثائر يدفعه الشعب العراقي يعني هسأل تهابنا مسلسل والله العظيم يعني ما ما عرف هذا هذا الكاتب أما يعني أما مدفوع أو أنه لم يقع التاليخ أولا أنه إحنا بالعراق بالعراق يعني أنت في ذلك خادمة والله ما فد يوم شبهت واحد أصدقاء يعدك خادمة عراقية ما عندك شوفوا جلسيات مختلفة عدتوا مصحيح بس خادمة عراقية ما عندك خادمة عراقية مهما يوصل الحال لبعض العوال ما تشغل بلاتها خادمات بالبيوت طيب أنت اليوم عندما تشوف أمرة عراقية تعمل خادمة في لندن هسه هذه يعني ما هسه هذه تشذبة شو سوتوها بالله ما عرف شو سوتوها بس هذا يعني هذا هي جزع مثل ما قال أستاذ مازل من الحرب ناعمة تزدف الشعب العراقي أولا هي تعاون تسقط شعب العراقي تحاول أن تخزم الشعب العراقي تحاول أن تسوق العراقي وكأنه بهذه الطريقة متسول وكأنه جائع وكأنه يبحث عن أي لقمة حتى مهما كانت الوظيفة وهذا طبعا خطأ كبير جدا يعني صح الشعب العراقي الشعب ثورات الشعب مجاهد شعب له تاريخ حضاري تاريخ كبير جدا حضارة واسعة آلاف السنوات مو شعب لملوم ولا شعب جاي من جاي من فراغ جاي من من مجهود لذلك البعض يعني هذا الأسف الشديد هذا حكومة الكويتية الأسف الشديد حكومة الكويتية هذا يعني ما فد يوم العراقيين أنتجوا مسلسل أو حلقة أو برنامج عن أساوه إلى 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 أي شريحة من أي مجتمع يحترم الشعوب يحترم رغم الخلافات ورغم مع دول ولكن لم يتم التعميم هذه فقافة التعميم مشكلة هاي مشكلة ثقافة التعميم بالتالي نعتقد أنه هكذا أعمال أولا أنه تجدها أنه في يعني توقيت في شهر رمضان لماذا؟ لأن العائلة كلها مجتمع وبالتالي يكون تسويق أكثر أن تكون تسويق 80% 90% ولكن إذا عرضك لغير شهر رمضان لا تختلف قضية وبالتالي هي محاولة لتغيير قناعات الناس الرأي العام العالم حول شخصية المواطن العراقي أستاذ مازن نظرة السياسة للفن هل تعتبر أن الفن شيء ثانوي على سبيل المثال لما يكون هناك فتح آفاق التعاون بين دول العراق والكويت العراق والسعودية فيجعل بالهم أنه يخلون مذكرات تفاهم خطوط اتصال لإنتاج هكذا مسلسلات عدم المساس بالبيئة العراقية والشخصية العراقية المعتقدات يعني مسلسل معاوية والحملة الإعلامية وكذا وبعدين سحبت الأم بي سي وقالت لا يعرض بالعراق وحتى الأم بي سي الرئيسية قالت على المنصة ما جاب أصوات وهذا ليس اختلافا عقاديا بل حتى اختلافا سنيا داخل المذهب السني مختلفين على هذه الشخصية تكتير يعني أكو عندنا تعاون مستقبلي مع السعودية مع الكويت في تنظيم هكذا محتوى الحقيقة ستشوف نظرة الحكومة بشكل عام للثقافة أو للدرامة نظرة متدنية والدليل على هذا أنه القناة الأم ما أنتجت يعني فريم واحد بالدرامة لا العام ولا هذا العام وهذا خطأ كبير إحنا كفنانين مو كل القنوات تقدر تشتغل بيها أكو قنوات أنت عارف سياستها لا تتلائم وسلوك الشعب العراقي لا تتلائم وهي الرسائل اللي إحنا نريد نبثها وسائل الإنسانية وسائل الرحمة وغيرها يعني الكثير من الوسائل الإنسانية اللي ترأى بالصدع اللي خلقتها الفترة الطائفية يعني ما بين الشيعة والسنة ولا ببالها في حين إحنا نعتقد أنه الملف الثقافي هو بنفس الخطورة مع الملف الأمني لأنه الملف الثقافي ممكن أنه يدعم ويغير وجهات نظر المجتمع بالقواتنا الأمنية اللي يتقاتل الآن ما كو شعب العراقي ما يحبون الجيش العراقي كثيرين ما كو بيحبون الحشد كثيرين ما كو بيحبون الشرطة كثيرين إحنا شلون نقدر نغير هذه وجهات النظر إذا الملف الثقافي مركون فوق الرف وعليها لقد تراب يعني لازم الدولة تنتبه لهذه القضية يعني مو بس للرياضة إذا لاحظت في خليجي 25 موازين الرياضة كلها اختلفت طيب يعني عدت بالوطن العربي أو بالخليج بشكل عام يعني الضيافة الاهتمام الاحترام الاحتضان يعني كل بيّن واضح على الشعب العراقي وهذا سمسورة لمطية حقيقية لا مو المسلسلات والدراما ترسمها يعني حقابي طبعا لا طبعا أكيد هسا انتش مهما تشتغل من ضيافة ما توصل إلى المستوى اللي وصلت لخليجي 25 طيب مستحيل احنا نتمنى وانا دائما أقول أقول للدراما العراقية لا يمكن أن تتطور ولا يمكن أن نسوق الدراما العراقية والقضية العراقية إلى العالم ما لم يصير هناك يعني تمازج ما بين الفنان العراقي والفنان الخليجي والسوري واللبناني والمصري وفي كل مكان من الوطن العربي أو من الشعوب العربية لازم يصير هناك تمازج حتى يعني راح أسألهم لك سالفة في دفعة بيروت أنا كنت بشارك ضيف شرف أطلع أبو طالب وياهم عراقي بالمحصلة النهائية الابن يحب طالبه وياه الطالبة أبوه تاجر ما بين العراق والكويت الطالب يطلع مغتصبها أبو وهي عمرها ست سنوات هذا الأب اللي هو آني جند اتصلت بالمؤلفة هذا دفعة بيروت دفعة بيروت طبعا قلت لها ست يعني هذا المسلسل هسه يعرض حاليا لا لا اشتغلناها قبل سنتين نعرض نعرض يبين من خلال وشم هي تنتبه له بلحظة خطوبتها من ابنه ومدرشينه وتحاول أن تقتله قلت لها ست يعني تحياتي لها سيدة هبا مشاري قلت لها ست احنا ريد نرأب الصدع اللي خلقها الفجوة اللي خلقها صدام حسين ما بين الشعب الكويتي والشعب العراقي قلت لهذه تعمق الفجوة قلت لها عراقي مختصب بنية كويتية وعمرها ست سنوات قلت لها آني شلون أقدر أواجه المجتمع آني كفنان شلون أقدر أواجه المجتمع شلون أقدر أواجه الساسة منه قلت يعني القيادات السياسية عندنا تقبل أنه ألعب هيت دور لذلك غيرت يعني شو الموضوع وراه انتهى حتى ما طلعت مختصبة ولا بيّن هذا الموضوع اطلاقا يفترض الممثل العراقي يقرأ يقرأ ويفسر ويحلل يا الله يبلش تصوير حتى أكو قضايا ممكن أن يعترض عليها أكو قضايا يعني ثاني يدزول الناس أقرأ أقولهم ما قدر أشتغل هذه الشخصية ما قدر أشتغل ما قدر أشتغل مثلا حرامة واختصب أمتة وبالنتيجة الفنان العراقي يعني إذا هذه المضامين ما كانت موجودة بشكل صحيح فنان العراقي فيه حالة ما راح يقعد يشتغل لا يشتغل أنا أقول لك ليش يعني المفروق يعني يشاهد بالمعالجة الأخراجية إحنا ما نعرف يعني الحوار اللي يصير ما بين المؤلف والمخرج إنه شي ريدا يطلع أي حالة حتى ربما هاي الإساءة ما مقصودة يعني إحنا أيضا ما نقدر بنحكم له يعني بس هي من طلعت وصار يعني صارت صار عليها لغط نشعر بها مقصودة بعض الشيء طيب بس هي ربما ما مقصودة يعني ربما مكتوبة مو هي مرة تتجل حبكة وإحنا ما عدنا بصراحة إعلام سائب وشي ما مقصود أستاذ إبراهيم لما نتحدث عن عدم القصدية بهذه حتى التعبير بكلمة واحدة اليوم أنا تابع إحدى البرامج اللي تلتقي مع مواطنين عراقيين التقت بشاعر وبدأت تقول له أنت عندك مساهمات المقدم يقول له أنت عندك مساهمات داخل القطر ويقول له شاركت بمهرجانات قطرية هاي الكلمة تدريش قصار إحنا مراحت هذه حتى هذه الكلمة هي من تأسيس حزب البعث ما قمنا نقول القطر قمنا نقول البلد هذه رسم الصورة النمطية ورسم الصورة الذهنية اللي ينمطون عليها حتى شبابنا لحد هذا الوقت بالتالي يعني هذا الإعلام يضلي لعب هذا الدور المشوه يعني هذا الموضوع يقودنا إلى عدة اتجاهات أولا شوف الإعلام صناعة محتوى وصناعة محتوى تحتاج إلى إدارة أو قيادة إعلامية والقيادة تحتاج إلى أدوات تحتاج إلى مراسل والمخرج والكاتب السيناريو والمعد وسلسلة كبيرة وأيضا هو بالنهاية هذا صناعة المحتوى يعني كثير من مجتمعاتنا يعني مجتمعنا بصورة عمالة هناك نقص بالثقافة هذا النقص بالثقافة من يمسؤول عنه مسؤول معنا الإعلام الدرامة حتى الدرامة مسؤولة عن ذلك يعني أنت اليوم تلاحظ اللحظ هوليوود شركة هوليوود الأمريكية جزء من السياسة الأمريكية نعم مو صحيح؟ جزء من السياسة عندما تعملها في الأفلام تعملها تنتجها وفق السياسة الأمريكية يعني عندما غزوا أفغانستان الأمريكان أنتجوا قبل الغزو قبل الاحتلال أكثر ثلاث أفلام رامبو واحد رامبو اثنين رامبو ثلاثة كانت تهيئ المجتمع الرأي العام الدولي والمجتمع الأفغاني لاستقبال الجيش الأمريكي الجندي الأمريكي اللي لا يوقع من أصورة نحن اليوم عندنا مشكلة بهذا الخطاب الإعلامي إذا ما يتم طبعاً نحن نرجع نقول قضية هناك نقص في التشريعات نقص في القوانين هذا النقص أوجد خانة كبيرة ومفسحة كبيرة للفوضى حالة من الفوضى حالة من عدم وضوح الرؤية سواء كانت مؤسسة إعلامية وكانت خطاب إعلامي وكانت محتوى إعلامي ناجح لذلك أنت ما تشوف لك هذا السؤال يقول لي هذا طبعاً وجوده بالإعلام السابق في النظام السابق يقول لي أسئلة تقليدية أول عمل قمت بي آخر عمل قمت بي مخرج يعجبك الشغل العمل ويا أسئلة تقليدية وقتينية حتى المشاهد والقارئ مال من هذه الأسئلة يعني يبدو أن هناك إطال معين على مستوى الوعى الثقافية ما راح تضيفت شيء وكانت الفكاهة والمتعة المتحققة عبر وسائل الإعلام أيضاً لازم بي أفجان معرفي ونشكرك شكراً جزيلاً أستاذ إبراهيم السراج الكاتب والصحف في ثلاثة الحوار في هذا الملف وشكر كثير لحضرتك لأستاذ مازل محمد مصطفى شكراً جزيلاً الفنان القدير حياكم النظيفاً كرام نتواصل وإياكم مشاهدين أحب بعد الفاصل نتابع شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة حياكم الله مجدد المشاهدة أحبب هذا الملف أرحب بضيفي الكريمة دكتور حيدر البرزنش رئيس مركز الوان للحوار حياك الله دكتور حيدر أرحب بصالح من حياك الله قدما حضرتكم باشرة عما يحدث في الشرق السوري شنو المبررات اللي نتحدث عنها بالتصعيد اللي جرى في الشرق السوري ولماذا في هذا التوقيت تحديداً موجات نظرك نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة لجنابك الكريم ولمتابعي قناتكم الموقرة بعد أن استمفذ جميع الجميع القوة أو نتاج القوة الذي حصل مع سوريا خلال سنوات عدة أكثر من 13 عام تقريباً ومحاولة إنهاك وإنهاء سوريا والنظام السوري بدأت سوريا مرة أخرى تعيد ترتيب أوراقها بدأ الواقع العربي يتفاعل مرة أخرى ويتعامل مع النظام السوري بدأت مرحلة جديدة أعتقد أنه الكيان الصهيوني يعرف جيداً أنه الأوراق التي كان يعتمد عليها استنفذت وانتهت فبدأ يباشر من خلال الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف مباشر لسوريا وللمنشآت الحيوية والبنى التحتية والحلفاء المتواجدين هناك بطلب من الحكومة السورية فبالتالي هي استهداف واضح حقيقة ومحاولة لإضعاف سوريا على أن تنهض مرة أخرى من جديد وتعرف حضرتك نحن مع سوريا لدينا أمن قوم المشترك وأعتقد هذه الضربات أيضاً جزء من تهديد الأمن القوم المشترك في المنطقة ومحاولة لزعزعة الأمن بصورة عامة ممكن أن يعيد تمكين الجماعات الأرهابية المسلحة هناك أسئلك عن هذه الضربات التي أشرحتنا دكتور حيدر عن إخفاق الرادارات الأمريكية غير مرة في صد ضربات المقاومة شون يعني من وجهة نظرك هذا تطور كبير نتحدث عن تطور في ميزة الاستهداف رغم قساوة البيئة طبعاً تعرف حضرتك أستاذ أحمد المقاومة في تطور مستمر وفي تمكين مستمر وهناك تطور في القدرات القتالية والقدرات الصناعية للمقاومة ولدينا الأخوة في اليمن الموذجاً يعني حقيقة هناك صفحة جديدة من سياسة الصدع والردع لم تعد الرادارات الأمريكية تستطيع أن تكشف الطائرات المسيرة للمقاومة ولم تعد لديها القدرة على المواجهة فبالتالي هناك توازن في الصدع والردع في القوة الستراتيجية العسكرية لدى قوة المقاومة وهذا ما دعا الولايات المتحدة الأمريكية أن تتخوف من هذه القوة المتنامية فذهبت باتجاه أن يكون هناك استهداف مباشر لأنها تعلم جيداً أن هذه القوة لن تتوقف عند هذا الحد لدينا محاور عديدة في محور المقاومة مثلاً في فلسطين كيف تحولت المقاومة في فلسطين إلى قوة حقيقية لا تستطيع مواجهتها القبة الحديدية هذه الأكذوبة التي حاول الكيان الصيوني أن يصدرها اخترقت وأصبحت أكذوبة في حرب تموز عام 2006 يعني حزب الله وقضية الميركاف هذه الدبابة التي أيضاً انتهت في ذلك الوقت اليوم هناك صفحة جديدة حقيقة من قوى المقاومة هناك تنامي في الأقطاب الجديدة على المستوى العالمي يعني نبتعد الولايات المتحدة لا يقف على تحد دكتور حيدر يعني نتحدث عن قاعدة الاشتباك اللي أرستها المقاومة الشعبية بعد هذا التصعيد بأنه لا عدوان سيبقى من دون رد بعد اليوم يعني أكو نقلات نوعية في عمل المقاومة شو تصف أني قطعان هذا لم يأتي من فراغ تعرف حضرتك منذ وجود الأمريكية والاحتلال الأمريكي في العراق اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية أن تنسح في عام 2011 تحت ضربات المقاومة بحيث لم تكن طبعا لم تكن في ذلك الوقت المقاومة وصلت إلى مرحلة التطور التكنولوجي العسكري كما وصلت إليه اليوم اليوم هذه الصفحة التي نتحدث عنها هي تكنولوجيا من بعد آخر وهذا الجيل مختلف تماما عن الجيل السابق يعني اليوم الساحة ساحة الميدان المقاومة في ميادين متعددة على خط نحور المقاومة هذه القوة بدأت تتنامى هذه الخشية نعتقد هناك انكفاء وانزواء للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة وهذا ما تحدث به يعني السيد الإمام الخامناء حقيقة خلال مرات عدة وقادت المقاومة وقادت الفصائل المقاومة التنسيقية في العراق تحدثوا عن مرحلة جديدة وفي الأسبوع الماضي أيضا من خلال خطاب سماحة سيد حسن نصر الله أيضا تحدث عن سياسة الصدع والردع القادمة وتوقع واحتمل أن هناك قد تكون مواجهة حاسمة ونهائية لكنه تعتمد على التوقيت والتفتيت هذا ما يدعو الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها الكيان الصهيوني إلى أن يعمل ضربات استباقية يتوقع عدم الرد ولكن عندما يكون هناك ردا حاسما وردا قويا بمستوى المطلوب يقينا سوف تعاد هذه الحسابات ونعتقد خلال فترة قصيرة ممكن أن تتحرر المنطقة من هذه الوجودات يعني هذا الانكفاء والانزواء اللي وصفت حضرتك يعني وليس ذاتيا من الولايات المتحدة ولكن وفقا لهذه الضربات نتحدث عنه المقابلة في الرد هل تنذر بتشكيل جبهة مواجهة روسية ايرانية ضد الوجود الامريكي في شرق السوري خاصة وان ايران مثل ما فضعت حضرتك توعدت امريكا بذلك في حال استهداف مراكزها قطعا هناك تعدد ادوار ووحدة هدف هناك تعاون امني بمحور الامن القومي المشترك ما بين جمهوري الاسلامية وما بين سوريا وكذلك روسيا هناك تنامي لهذه القوى ولهذا المحور هناك زيارة خلال اسبوع الماضي من قبل الرئيس الصيني الى روسيا يعني الموضوع ليس فقط في هذه البقعة الجغرافية اكبر امتدادا من هذه البقعة الجغرافية هي تعتقد ومتيقن الولايات المتحدة انه الجمهورية الاسلامية اليوم اصبحت قوى عظمى عسكرية في المنطقة لا تستطيع ان تذهب باتجاه مواجهتها مباشرة وما حرب الباخرات ببعيد وما استهداف شهداء القادة رضوان الله تعالى عليهم ببعيد والرد الايراني الذي كان على القواعد الامريكية المتواجدة في العراق وحتى في سوريا فبالتالي هناك محاولة للانسحاب حقيقة حتى بعض الحلفاء او بعض الوجودات التي موجودة في سوريا بدأت تعيد حسابها اليوم النظام السوري بشكل 80 او 90 نتحدث عن التقارب الايراني السعودي السوري الخليجي شون نقدر نربطها هي ما تتفضل بهذه العلاقات الارتباطية قطعا انه العربية السعودية بعد ان جربت حرب ثمان سنوات شنتها مع حلفاها على اليمن اخوة يعني انصار الله اليوم تحاول هي من فتحت الباب وهي من طرقت الابواب ومدت الايادي من اجل ان تتخلص من هذا المعترك الخانق لها لكن تحاول ان تحافظ على ماء وجهها ان تخرج بهذه الصيغة نحن لسنا ضد اي اتفاقية تجري تؤمن المنطقة بصورة كامل اذا كانت هناك استراتيجية بان تنتهي هذه حرب الانابة وتكف الكيانات الوظيفية عن اداء دور وظيفي خادم للولايات المتحدة الامريكية وتتراجع وتبدي صفحة جديدة يقينا هذا الامر سوف يعم على عموم المنطقة الاراق كان له المرتكز الاساسي في اعادة بناء هذه العلاقة ما بين العربية السعودية وما بين جمهورية الاسلامية وهذا ليس على حساب الثوابت ماك حديث عن انه الجمهورية سوف تتخلى عن حلفائها وعن استثمار المشتركات بالتأكيد هنا ندخل حيدر نتحدث عن نظرة استشرافية نبدأها من مبررات امريكا التي تستند عليها في احتلال الشرق السوري اذا ما اكملت المقاومة عملياتها ووصلت لاستعادة هاي المنطقة مثل ما تفضلت باكملها شنو رح تضاف من قوة للمقاومة قطعان الموقف بصورة عامة يتغير تعرف حضرتك محور المقاومة قد احيانا يكون هناك اختلالا او اعتلالا في محور ما في جبهة ما ولكن هناك انتصارات متعددة على محور عدة يعني المقاومة اليوم ومحور المقاومة ليس هو كما كان قبل عقدا من الزمن وبالتالي هناك تطور وتنامي كبير في هذه الساحات وفي هذه الميادين وذكرت قبل قليل في ميدان اليمن في ميدان سوريا في ميدان حزب الله في ميدان المقاومة في فلسطين وبالتالي سوريا هي جزء اساسي ومرتكز مهم هاي المتكزات الشورة رح تنأكس على الشرق السوري وشو رح تكون شكل المشهد شكل المشهد يتعاملون بواقعية مع ما يحدث من أحداث يتعاملون مع محور المقاومة على أنه وجود واقعي يجب أن يتم التعاطي والتعامل معها ليس وفق تابع ومتبوع ووفق ندية يعني علاقة متزنة تجبر الولايات المتحدة الأمريكية على أن تخرج من هذه المنطقة بقوة المقاومة بقوة الصمود أمام هذه الأحداث مجموعة كبيرة حتى حاولوا يعني حضرتك تعرف الوضع الاقتصادي ومحاولة التضييق الاقتصادي على محور مقاومة سواء كان في الجمهورية في العراق في سوريا واليوم سوريا حقيقة رغم الظروف الصعبة التي تعيشها على الناحوة الاقتصادي ولكنها مستمرة بتحقيق إنجازات على أرض الواقع على المستوى الستراتيجي والحفاظ على الأمن القومي السوري والأمن القومي المشترك بين الدول المشترك هذا الكلام دكتور حيدر سيؤدينا إلى نتيجة بصراحة هذه المقاومة الشعبية مثل ما توصف حضرتك أريد أسأل جنابك إلى أي درجة ستدفع واشنطن في التفكير بشكل جدي بوقف احتلالها للشرق السوري خاصة وأن هناك تجارب مثيلة جرت في العراق في أفغانستان في ظل هزام أمريكية متلاحقة هل يمكن لأمريكا أن تتحمل تجربة أخرى في سوريا؟ لا قطعا هي تعيد حساباتها وفي زيارة وزير الدفاع الأمريكي الأخيرة إلى العراق وحواره مع سيد رئيس الوزراء هناك انهاء لهذا الوجود حقيقة والحديث عن ثنائية يعني تبادل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وفق السيادة الكاملة للعراق وهذا الأمر يجري كذلك على سوريا لم تعد سوريا والعراق من الأولويات المهمة للولايات المتحدة تحاول أن تنكفر بمزاج أمريكا لم تعد من الأولويات لا طبعا لا مجبر مجبر ومكره على هذا الأمر مجبر عدوك أمو أخاك لا طبعا عدوك مجبر عدوك لا بطر أشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا